بالإجماع اعتمد أعضاء مجلس الأمن الدولي تجديد عملية صوفيا المعنية بمكافحة تهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية القرار جاء بناء على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيريش حذر فيه المجلس من تداعيات غياب هذه العملية ترحب المملكة المتحدة بقرار هذا المجلس بتجديد الإذن للدول الأعضاء والمنظمات الأقليمية بتفتيش ومصادرة السفن المتورطة في تهريب الأشخاص هكذا العضاء في الجلس خاصة الأوروبيين منهم أن هذه العملية تأتي في سياق القانون الدولي وقانون مكافحة الجريمة المنظمة عبر البحار فيما وجد أخرون أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تتمثل بضرورة العمل على إنهاء النزاع في ليبيا نزاع أدى إلى التسبب بمعاناة الكثير من البشر هذا العمل الجماعي الذي يقع على عاتق الجميع هو جزء من الإطار القانوني الدولي وخاصة الاتفاقيات الدولية لقانون البحار وجريمة المنظمة الدولية واللاجئين قرار المجلس حمل رقم 2491 ويجدد بموجبه إلى 12 شهرا إضافية قانونية تفتيش السفن القادمة من ليبيا في وقت يرتفع عدد الوفيات بين المهاجرين الذين يخاطرون برحلة الفرار من ليبيا باتجاه البلدان الأوروبية كما يطالب القرار تنفيذ ودعم وتيسير عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط بما في ذلك بواسطة المراكب غير الحكومية والتجارية خطورة ظاهرة المهاجرين غير الشرعين تتطلب بحسب عضاء مجلس الأمن اتخاذ تدابير أكثر فعالية من خبر المجتمع الدولي لوقف هذه الظاهرة التي أدت إلى مقتل المئات من البشر في عرض البحار حسين إبراهيم للإخبارية من أمام مقر مجلس الأمن الدولي نيويورك